وصلت وزارة الداخلية حملاتها لمتابعة أسعار السلعي الاستراتيجية وضبط قضايا حجب السلع والبيع بأسعار أزيد من السعر الرسمية وتمكنت الوزارة خلال 24 ساعة من ضبط 446 قضية تموينية بمضبطات 104 أطنان وفي مجالي حجب السلعي الاستراتيجية والاستيلاء على السلع المدعومة تم ضبط 32 طن وفي مجالي عدم الإعلان عن الأسعار بقصد البيع بأزيد من السعر الرسمية تم ضبط 72 طن وفي مجالي قضايا المخابز تم ضبط 723 قضية من بينها 144 قضية حبز ناقص الوزن و138 قضية حبز غير مطابق للمواصفات وفي مجالي ضبط مخالفات التلعب بمنظومة توليد وتدول القمح تم ضبط خمس قضايا بمضبوطات بلغت 37 طن أقمح محلية ترجمة نانسي قنقر